السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي متابعين قناة اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن تركيبة من التركيبات المميزة جدا وهي تركيبة طبعا تركيبة مميزة جدا 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 واللي كتير من الهواء آآ بيسعوا ان هم يوصلوا للتركيبة دي طيب ازاي اقدر اوصل للتركيبة دي بصورة بسيطة ومين طيور المتوفرة عندي قادر الامكان آآ ان شاء الله ده اللي هنشرحه ولكن في البداية يا حبيب اذكركم اللي لسه مش مشترك معنا في القناة بدي اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ان شاء الله ويكون دا عملينا اللي احنا نكمل مسيرة بازن الله ونقدم معلومات اكتر خاصة للزبرة ومعظمة الطيور ان شاء الله هنتكلم في موضوعات مختلفة آآ فاتمنى ان شاء الله دايما تدعمونا عشان نكمل مسيرتنا نرجع لموضوعنا ازاي ان نوصل للتركيبة دي بشكل بسيط وسهل ان شاء الله اول جوز ممكن نشتغل عليه طبعا زي ما انتم شايفين كده دي تركيبة انا شغال عليها آآ النتاية باستل لايت باك بلاك بريست كريست والذكر بلاك فيس لايت باك جري اسبلت بلاك بريست طبعا التركيبة دي اقدر اوصل للتركيبة اللي احنا عايزينها آآ وكمان ممكن اضافة عليها ان شاء الله اتمنى ان احنا نوصل للمستوى ده وان شاء الله طبعا هعرضوا على حضراتكم بعد انتاج التركيبة بازن الله ولكن اتمنى ان احنا اوصل لدرجة آآ اللون او السبعة القوية اللي موجودة في الطير ان شاء الله اتمنى ده ان شاء الله ونشوفه بازن الله مع بعض آآ التركيبة التانية اللي موجودة معايا آآ وهشتغل بها برضو على نفس آآ التركيبة اللي انا عايز اوصل لها اولي احنا حبي ان اوصل لها هو دكر باستل لايت باك آآ بلاك بريست. ومعها انتايا آآ بلاك فيس لايت باك جريز بلت بلاك بريست. برضو الحالة دي هاقدر اوصل للتركيبة بتاعتي ولكن طبعا من غير كريست زي الزوج الاول. وممكن آآ اشتغل على تركيبات تانية اقدر اوصل بيها للتركيبة بتاعتنا. زي ايه مسلا? زي مسلا دكر آآ بلاك فيس بلاك بريست لايت باك. مع انتايا بست البلاك بريست لايت باك. هقدر اوصل برضو بصورة اسرع كمان. لآآ التركيبة بتاعتنا ان البلاك بريست هيكون ظاهر في الطرفين. ودي هكون ميزة آآ كويسة جدا في التركيبة وان شاء الله توصل للمستوى ده. ولكن خليه دقيق شوية في حتة اللون الاسود اللي هو البلاك بريست او درجة اللون الاسود تكون قوية في الطيور قادر الامكان. وبكده تقدر توصلوا لسبعة لونية قوية زي الطيور اللي عرضناه في اول الفيديو. آآ اتمنى يكون استفدتم آآ من الحلقة. واتمنى ان شاء الله ما تنسوناش في لايك والشير. وآآ دعمينا دايما عشان نستمر بإذن الله. تحياتي لكم احمر لصمر. سلام عليكم.